كان كافيا لليمن أن يطلق صاروخا واحدا جوالا يخرق معه كل منظومات الدفاع الجوي الصيوني ويحدث انفجارا كبيرا في إيلات هز المدينة السياحية الأولى عملية انخلطت الأوراق وأربكت المستويات السياسية والعسكرية والأمنية في الكيان المؤقت الصاروخ سقط هنا وهذا الأمر كان يمكن أن ينتهي بكارثة وهذا كان انفجارا قويا جدا وقد سمع صوته في كل أنحاء إيلات وقد كنت أصور في المكان وكان معي مصور آخر ولولا انتقاله من المكان لكان أصيب هناك حالة من التوتر خصوصا حين لا يعرف الجيش تقديم إجابة كيف وصل هذا الصاروخ واخترق المنظومات الإسرائيلية وإذا كان الجيش الإسرائيلي الذي يحمينا لا يكتشف هذا الأمر إن هذا يجعلنا نعيد التفكير وتوقفت الأوساط الصهيونية عند جزئية تحليق الصاروخ على مسافة كبيرة لوقت طويل وإصابته الهدف بدقة نتيجة أثارت حالة ذعر وقلق واسعة بين المستوطنين ولم يستطع جيس العدو التعامل مع العملية الصاروخية وهو ما يحتم برأي المستوطنين إعادة التفكير في كيفية مواجهة تحديات صواريخ اليمن الطائرات تحلق فوق رؤوسنا ليلا والناس تتصل لتصوضح ومحلول أطلة الفصح فأن جزءا من السياح ألغوا حجزاتهم فهناك شعور بعدم الأمان في الأجواء كما استوقف الأوساط الصيونية مسارعة القوى الأمنية ضمن كيان العدو لردم الحفرة التي أحدثها الصاروخ في مسعى لتغطية فشل المنظومات الدفاعية والتخفيف من آثار وارتدادات العملية على انقطاع السياحة وهو ما لم ينجح لأن الصور كانت قد التقطت وبثت على الهواتف النقالة يؤكد المستوطنون موسيقى